انتهت رحلة مولودية وهران وشباب قسنطينة بخروج مبكر من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي من رغم من الأداء البطولي للفريقين المولودية الوهرانية خانها الحد ونقص الخبرة عندما أقصيت على يد الكوكب المراكش المغربي الحمروة لم يستغل مباراة الذهاب التي لعبت على ملعب الشهيد زبانة أمام أنصارح فلم تفلح محاولة رفق المشوية في تسجيل هدف واحد مباراة العودة كانت صعبة على الحمروة الذين لم يصمدوا كثيراً وتلقت شباكهم هدف خلال نصف ساعة الأولى وهي نتيجة التي أخرجت الحمروة من المنافس القرية ممثل الجزائرتين في نفس المسابقة شباب قسنطينة والذي كان مرشحاً للعبور بالنظر لنتيجة الذهاب والتي انتهت لصالح رفق أمغني بهدف واحد أمام ممثل الكرة المصرية نادي مصر المقاصة فالسنافر بدأوا المباراة بصورة جيدة بالرغم من تأخرهم في النتيجة في مناسبتين حتى جاء هدف الملغاش فوافي قبل ربع ساعة عن نهاية أعادت الروح للسنافر إلا أن عزيمة النادي المصري كانت أقوى من ذلك وتلقت الشباك القسنطيني هدفاً قاتلاً قبل نهاية المباراة بسبع دقائق أخرجت شباب قسنطينة من المنافسة القرية وسط حصرة كبيرة رسمت على وجه محبي الفريق الذين تمنوا رؤية فريق القلب يعبروا على الأقل دور المجموعة اشتركوا في القناة